لتفاصيل أوسع حول مجريات الأوضاع في السودان التحقبين من الخرطوم مراسل الإخبارية لؤي عبد الرحمن أهلا وسهلا بك لؤي بداية يعني كيف يبدو مشهد اليوم بعد سلسلة الاعتصامات التي شهدتها أرجاء الخرطوم الخرطوم تشهد حالة من التوتر منذ صباح اليوم أغضم الشباب في ساحة الاعتصام على توسعة مساحة الاعتصام التي كانت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى مساحات كبيرة قرب القصر الجمهوري وتحت كبري المكنمر الذي يربط مدينة بحري بمدينة الخرطوم هذا الشارع وهذا الكبري تعهد المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري صباح اليوم بأنه سيواصل عملية فتحه ولكن الثوار مضوا وأغلغوا هذا الطريق مرة أخرى هناك عدد من الطرق الرئيسة داخل الخرطوم هي مغلغة تماما الحركة في وسط العاصمة شبه مشلولة وذلك نتيجة للتوتر الذي حدث مساء أمس ونتيجة للنتائج المخيبة للأمال بحسب المتظاهرين فيما كان من مؤتمر صحفي عقده المجلس العسكري الانتقالي ولكن رغم كل ذلك ربما تشهد الساعات القادمة انفراجا في الوضع لأن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير سيخدون اجتماعا بعد ساعة من الآن لكي يحلوا ما تبقى من قضايا عالغة خاصة في النسب التي يجب أن تكون في المجلس السيادي وكذلك الفترة الانتقالية مدة الفترة الانتقالية لأي يعني بعد كما ذكرت ردة الفعل الغير متوقعة من قبل الشارع السوداني الآن كيف يترقب الشارع السوداني مخرجات مباحثات اليوم بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي ذكرت أنهم سيجتمعون بعد ساعة من الآن نعم الشارع السوداني يتعامل بحذر مع الوضع لأن كل ما يحدث انفراج في الأزمة تكون هناك توترات والعديد من المواطنين يلقون باللائمة على فلول النظام السابق الذين يعتبرونهم أنهم لهم مصلحة في توتر الأوضاع وفي حصول خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لذلك الشعب السوداني ينتظر الآن نتائج إيجابية من هذا الاجتماع وأن يكون هناك حل نهايي لهذه الأزمة السياسية حتى تعود الحياة إلى طبيعتها شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات لؤيا عبد الرحمن مراسل الإخبارية من الخرطم